قمة السور الأخضر الكبير وجملة توصيات أولى فيها القادة الأذارقة المجتمعون بقصر المؤتمرات الاهتمام لمحاربة التصحري والقضاء على الجفاف وتقديم دراسات دورية من خبراء الدول لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه السور الأخضر الكبير القمة الثالثة وفي جملة توصياتها المعلنة لم يغب الحديث السياسي والمواقف الموحدة بالتضامن مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير على المراقبين الذين يرون في توصيات القمة سيرا على ركاب التحدي لمحكمة العدل الدولية لتبقى توصيات القمة في انتظار التفعيل وهي التي وبحسب المتابعين قد تشكل حلولا للتحديات البيئية التي تعصف بدول السور الأخضر الكبير وإن شكلت قمة واكشوت مفترقة طرق في عمل الدول الأعضاء الباحث عن تكتلات قد تذيب جليد الفوارق في الرؤى السياسية وتجد في الأخطار المحدقة ما يشكل طوق وحدة لدول بعدتها السياسة والأجندة الداخلية وقربتها أخطار قيل إنها تتربص بمستقبلها ووجودها بيئيا